تعال بقى ونشوف فاتحة سورة ها أيوة سورة يونس عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل السلاة وأتم التسليم فاتحة يونس ألف لامرى مثل بالضبط سورة هود أي في الفاتحة سورة هود كذلك يوسف كذلك إبراهيم كذلك الحجر فهذه السور الخمسة مفتتحة بألف لامرى تعال بقى نشوف الحروف اللي فيها كده ونشوف إيه وضعها هل هي مد لازم كلمي ولا حرفي لا دحنا قلنا الفواتح كلها حرفي يبقى مد لازم حرفي هل هو مخفف أم مثقل وقفا ووصلا كما تعلمنا نكتب هذه الكلمة التي أمامنا ألف لامرى كلمة واحدة نكتب مسميات الحروف الألف نكتبه ألف ألف لام فا لام نكتب لام ألف مين را نكتب را ألف بدون همز هنا انتبه فواتح السور لا تكن مهموزة لا تكن مهموزة مثل حاء را لا را بدون همزة في آخرة هذا أول شيء وانت بتكتبه خلي بلك منه فاكتب كده را را ألف مفيش بعدها همزة يلا نطبع الحكم معنا كده وقفا أولا ألف لا مد فيها لام أخرها ميم ساكنة يعني همد ستة كده ألف لام وقفت ليه؟ يبقى ألف لا مد فيها لام مد لازم حرفي مخفف لم تدغم فيما بعد طب اللي بعد كده را مد طبيعي حركتين اتنين طب اوصل بقى الحروف الثلاثة ألف لام را أخذت بالك ألف لام را ألف لا مد فيها ومرققة لا تموج في الصوت في اعتدال في الحروف مرققة الميم ساكنة لا غن فيها واضحة شوف بقى را من الميم الساكنة إلى الرا مفخمة لأنها مفتوحة وبعدها ألف مد طبيعي إياك أن تأتي بهمزة وقفا طب أنا عايز أوصل ألف لام را تلك أو ألف لام را كتاب أحكمت آياته مثلا من مواطنها أنا عندي في الخمس سور دول أوصل إزاي؟ كده تعلمت وقفا؟ آه عايز أوصل مثلا هكذا ألف لام را كتاب يبقى را كي را تلك في أي سورة من سورها من يونس أو هود أو يوسف أو الحجر أو إبراهيم في الوسط عارف بتقول لي في سورة اسمها سورة الراعد برضو لا أبس دي رباعية كده فوتح السور حتى الآن ستنقسم عندك إلى ثلاثي ألف لام ميم حتى الآن حتى الآن إلى وقت ما أخذنا البقرة وآل عمران ثلاثي ألف لام را في السور التي قلتها لك رباعي في الأعراف ألف لام ميم صاد وفاتحة الرعد ألف لام ميم را كما كتبت هيا نطبق عمليا ألف هذا واحد لام أتى بعدها ميم يبقى ألف لام ميم يبقى لام مد لازم حرفي مثقا لأنه أدغم فيما بعد ميم يبقى هذا مد لازم حرفي مخفف لأنه لم يدغم التلاتة بس قبل را ألف لام ميم ورا كما تعلمتها را مد طبيعي ليس فيها همزة في آخرها وقفا هكذا ألف لام ميم را هاوصل ولا ميم ولا صاد فيما أخذنا يبقى دي را في فواتح السور مد طبيعي مفخمة تعالى اسمع بقى عملي في آياتي اليوم كيف ستكون الرا عند الوقف وانتبه لهذا جيدا ترجمة نانسي قنقر